بسم الله الرحمن الرحيم عمل واحد يساقط عنك كل الذنوب الحقيقة أحببت اليوم أن أتوقف مع حديث نبوي عظيم هذه كنوز والله أيها الأحبة كنوز نبوية كثير منا يغفل عنها عمل تقوم به بكل بساطة كل الذنوب التي ارتكبتها خلال هذه الفترة سوف تتساقط عنك خلال هذا العمل وهو لن يستغرق أكثر من خمس دقائق على الأكثر استمع معي لحديث النبي صلى الله عليه وسلم ماذا يقول إن العبد إذا قام يصلي أتي بذنوبه كلها فوضعت على رأسه وعاتقيه فكلما ركع أو سجد تساقطت عنه اللهم صلي على سيدنا محمد حديث والله أنا بالنسبة لي مريح نفسيا يعني كل واحد مننا أيها الأحبة لديه ما يكفي من الذنوب ولكن أنا أقول دائما يجب على المؤمن أن ينظر دائما إلى مغفرة الله ورحمة الله يجب أن لا يشعر بعقدة الذنب وأنه دائما مقصر لا أنظر إلى الرحمة مهما قصرت ومهما فعلت ومهما أسأت أنظر دائما يعني خلي نظرك على رحمة الله على مغفرة الله الصلاة أيها الأحبة شيء مريح هي علاج فيجب أنت تصلي أن تتخيل أن الذنوبك تتساقط وهذا له أثر نفسي كبير سنتحدث عنه الآن أيها الأحبة النبي هنا أراد أن يريحنا هو كان يقول أرحم بها يا بلال لبلال رضي الله عنه بالأذان عندما يأمره بالأذان فيصلي فيرتاح النبي هي راحة للنفس أنت بين الصلاة والصلاة هناك مجموعة من الذنوب نميمة أحيانا تتكلم بكلمة على إنسان أحيانا تقصر في حق والديك في حق أحيانا تسيء بكلمة لشخص أحيانا يعني الذنوب كثيرة تنظر نظرة محرمة إلى آخره تراكمت مجموعة من الذنوب بمجرد أن وقفت لتصلي هذه الذنوب موجودة على رأسك هنا وعلى عاتقيك هنا الكتفين يعني أو يعني موجودة في الأعلى فعندما تركع يجب أن تتخيل وكأن الذنوبا تتساقط وعندما تسجد تتخيل أن بقية الذنوب تساقطت وبعد إتمام الصلاة يجب أن تعتقد أنك خرجت نقيا من هذه الذنوب هذا الإحساس النفسي مهم جدا أيها الأحبة حتى لرفع النظام المناعي لتنشيط نظام المناعي للحصول على صحة أفضل الإنسان عندما يعتقد أن ذنوبه لم تغفر وأنه أخطأ بحق كذا وحق نفسه وأخطأ وأخطأ وكذا وهذه أخطاء كثيرة يبقى في حالة تعاسى هذه الذنوب هذا الإحساس يعيقه عن العمل يعيقه عن الإبداع يعيقه عن التطور يعيقه عن فعل الخير وبالتالي النبي هنا أرادك دائما أن تنظر للمستقبل يعني الصلاة أرادك أن تنظر لها لأنها وسيلة لغسل هذه الذنوب فحتى وأنت تقوم للصلاة يجب أن تتخيل وتفكر أنه أن ذنوب كثرت يجب أن أغسلها يعني أحدنا عندما يعني يكون في يوم حار مثلا والعرق يتراكم مثلا ويشعر بضيقها كذا يريد أن يذهب ليغتسل أو يعني ينظف نفسه من الغبار والعرق والحرارة وكذا فالذنوب كذلك يجب أن تزعجك هذه الذنوب قم إلى الصلاة وأنت تفكر والله أنا أريد أن أغسل هذه الذنوب لأنني تضايقت كثيرا لم أعد أتحمل فهندما تتوضأ وتقف للصلاة وتتخيل أنك أن هذه الذنوب تتساقط من على رأسك وعاتقيك وتنتهي من الصلاة وقد أحسست براحة نفسية لا مثيلها هذا الأمر مهم أخي الحبيب وبخاصة للمبدعين للطلاب لأصحاب القرار من يريد أن يتخذ قرار سليم من لديه مشكلة يريد أن يحلها يلجأ للصلاة هذا الإحساس ضروري جدا لحياة سعيدة لكي تحافظ على هذه الابتسامة دائما في بيتك في عملك في الشارع في مع أولادك مع أقربائك مع بقية الناس مع إخوتك مع أهلك هذه الابتسامة ضرورية أن تطبقها باستمرار لأن الابتسامة صدقة والكلمة الطيبة صدقة كما قال النبي عليه الصلاة والسلام فمن الضروري جدا أن تشعر بهذا الإحساس الهادئ أن ذنوبك قد تساقطت عنك هناك يعني أنا تذكرت الآن في روسيا رجل وهذا الأمر بدأوا يطبقونه بدأ بعضهم يطبقه في الغرب يعالج طبيب يعني يعالج من لديه إدمان على مشاهدة الأفلام الإباحية مثلا أو الممارسة الفاحشة أو كذا بالجلد بالضرب يجلده مثلا عددا من الضربات هكذا فيشعر كأن ذنوبه تتساقط أو كأنه تخلص من عقدة الذنب لأن الإنسان أخي الحبيب في بنيته في تركيبه أصلا يشعر بالذنب هكذا خلق الله الإنسان فكلما فعلت ذنبا تتراكم عقدة معينة هنا أو مشكلة فيجب أن تفرغ يعني لديك يمكن بلغة الطاقة أصبح لديك طاقة سلبية كمية كبيرة من الطاقة السلبية هذه الطاقة السلبية تعيق كما قلت التفكير والإبداع وحل المشاكل ومعظمنا اليوم أو كلنا يحتاج لدماغ هادئ ليعرف كيف يحل مشاكله ومشاكل الرزق مشاكل اقتصادية مشاكل في العمل ومشاكل في البيت نسبة الطلاق 40% بسبب عدم معرفة الزوج أو الزوجة لهذه الأشياء البسيطة التي قد تغير حياتك يعني الصلاة عندما تؤديها بهذا المعنى وأنت تعتقد أنها تزيل الرواسب والطاقة السلبية والذنوب والهموم والمشاكل أنت تعتقد ذلك صدقني هذا الأمر إذا كررته سيساعدك على حل مشاكلك أكثر ستنظر لمشكلتك على أنها تافية هناك مشاكل تافية جدا تتراكم بين الزوجين ويؤدي إلى الشقاق بينهما والفرق والطلق ومشاكل كثيرة عندما تصلي وأنت تعتقد أن ذنوبك تتساقط يصبح يعني تصبح قدرتك على التفكير أو اتخاذ القرار أعلى وتنظر إلى مشاكلك التافية في بيتك تقول يعني هذه المشكلة لا تستحق كل هذا الغضب وكل هذا الانفعال فدعني أصبر قليلا وأحاول أن أعالج هذا الأمر بطريقة يعني هادئة وستجد أن الأمور كلها انحلت وهذا الأمر عن تجربة طبعا يعني كل الذين يتذوقون معاني الصلاة ويرتاحون بالصلاة ثق تماما تجد أن بيوتهم خالية من المشاكل معظم المشاكل إما في بيت ليس فيه صلاة أو أن الزوج والزوجة يصلون صلاة يعني لا معنى لها ميكانيكية مجرد قيامه لا يفقهم معنى الصلاة إذن أخي الحبيب خلاصة هذا الحديث النبي عليه الصلاة والسلام أراد لك الراحة النفسية أراد أن يخلصك من الذنوب كل يوم خمس مرات ولتشعر بسعادة وطمأنينة وهذا هو الإسلام الإسلام دين الحب والتسامح والعفو والهدوء ودين جميل جدا دين السلام ودين هادئ ودين الخير دين الخير ودين أن تنفع الآخرين خير الناس أنفعهم للناس نسأل الله عز وجل أن ينفعنا بهذه المعلومات جميعا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته حتى يتبين لهم أنه الحق ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر